السلام عليكم. اليوم بيضة واحدة. سوف نصوبه حلوة سهلة واقتصادية بمقادر بساطة ومتوفرين في أي دار. سوف ندعو على بركة الله سوف ندوز المقادر. هنا عندي بيضة واحدة بالحرارة ديال المطبخ. ندير فانية. نسكس ديال السندة. قبيسة الملحة. نسكس ديال الزيت. سوف نخلط العناصر كلهم. أنا خدمت بالطراب اليدوي. خلطتهم زيان مع بعدياتهم. سوف ندامجوا العناصر. سوف نزيد جوج كسان ديال الدقيق. وخمارة واحدة ديال الحلوة. هنا العناصر كلهم نعبرهم بكاس واحدة باش يجونا مضبوطين. سوف نجمع الخالط بحلقة بيت ديال. باش نشد القياس ديال الدقيق. سوف نخدمه مزيان. هنا اللي باننا الخالط بقي شوية خفيف. نزيد شوية ديال الدقيق. تقريبا واحدة نصف كاس ديال الدقيق. بحالة لدينا جوج كيسان. أو نصف ديال الدقيق. كتقدروا تزيدوا هذه النصف الكاس. قدروا ما تزيدوش. الحساب النوعية ديال الدقيق. سوف نجمعه مزيان. بحالة كشوف كيجات. تجيب هالطريقة ما هي خفيفة ما هي تقيلة بين و بين. خديث هنا اللاطات ديت لها الورق ديال المطبخ. إذا كان متوفر عندكم. ما متوفرش. ناخد التبصيل درس فيه ثلاثة المعالقة ديال الساندة. ثلاثة المعالقة ديال الكوك. سوف نشكلهم بحالة كوائرات. هنا قدرتهم شوية متوسطين. نكبرهم بشيء. سوف نشكلهم بحالة و نضعهم في التبصيل اللي فيه الكوك الساندة. سوف نشكل واحد الكيمياء بحالة. سوف ندوزهم في الكوك الساندة من الفق ومن تحت بحالة كمشته. سوف ندوزهم كلهم. انتم مشتوا الطريقة كيفية. سوف نحطهم. هنا اخدت المرشم. انا اخدت هذا المرشم دائري. ثم اي مرشم عندكم ولي متوفر عندكم خدموا به. ديت لي انا هالطريقة بحالك غير في اللي حتم وغير من الفق. بحالك بدرت ربعة. نحاول نوركوه ونوركوش بزاف. بينوا بين. سوف تكملتهم كلهم. سوف نقوم بسخن الفران من قبل على نار متوسطة. نديروا اللاتة الفق وكتكون عفية من التحت. سوف نحبطهم كتتحمروا نمار من الفق بهذا الشكل. سوف نخرجوهم. سوف نحاول ان نغفلوش عليهم تقريبا كتطيب لنا 1-3 ساعة. ما بين التحت أو الفق. بحال بحال. توفيدنا الآن في هذه الأشياء التي تزيلتها. يجب نكتب لها في التحقيق. سهل لها في سعة الوجة. بمقادر بساط و سهلين. غير صوبها سوف أعجبكم. اللي صوبتها تكتبها لي في الكومنتر و تقول لي كي جاتا بالصحة والراحة.